اختيار بتاعك وانت صغيرة غير الاختيار بتاعك وانت نطقة ده ردي عليكي انت تواجعتي علشان حبيبك سابق هو حاسس انه مش انت الانسانة الصح اللي تناس بيه في الوقت ده لكن انا بقولك بتعليمك باكتهادك تقدري تتغليبي على اي وجع بتعليمك واكتهادك تقدري تثبتي وجودك في اي مكان تقدري تشتغلي تقدري تحققي جزء من طموحك تقدري تشوفي انت بتجيدي ايه وتكبري فيه يعني حاولي تكتشفي نفسك بنفسك وحاولي تقوي نفسك بنفسك انت لما كنت بتلبسي بتلبسي علشان تلفتي نظره البسي علشان نفسك لما كنت بتهتمي بروحانياتك علشان انت رايحت قبلي اهتمي عشان روحانياتك لنفسك لنفسك مش لي الف شكر على الناس اللي بتدعمني الف شكر حبيبتي الاهتمام مش لازم يكون عشان انسان تاني الاهتمام ممكن يكون علشان نفسك لما بتقومي من النوم وبتخسلي وشك او بتعملي تنظيف لبشرتك بتحسي بنت عاش لما بتخدي شور بتحسي ان انت يكون داون اعصابك هديت حسن ان انت فرش لما بتخسلي حتى سنانك وتبتدي تشربي القهوة بتاعتك او الشاي او الناس كفاه بيبتدي المخي يشتغل انت عاش الزاكرة في الصباح اقوى من الليل حاولي ان انت تزبطي عدد ساعات نومك هتلاقي اليوم بخيره هتلاقي الدنيا فيها حاجات كتير ممكن تنعمل اجهدي البدن كي ينام العقل اجهدي البدن حتى ينام العقل انت ممكن تعملي لنفسك حياة حقيقي مش هتندمين عليها بل بالعكس يمكن في يوم من الايام وانت ماشية بالصدفة واشك يجي في واشه وساعتها هيشوفك ممكن يقول هي لا مش هي لا هي هيحاول يقرب ارجعي او اكت ارجعي او اكت ارجعي تاني او اكت ارجعي تاني وتخش المتاهة دي تاني انت خرجتي منها لان ربنا عايزك تخرجين لان ربنا مش كاتبلك تفضلي مع الانسان ده هو عارف ان انت حبتيه وعارف كمان انه ما حبكيش خليكي ست زكية او بنت زكية الانسة ممكن تعمل حاجات كتير الزكر لا يقدر على عملها والراجل ممكن يعمل حاجات كتير الانسة لا تستطيع انت فعلها هو محلل ليه الخيانة هو محلل ليه المسنة والسلاس والرباع لكن الانسة انسة بتحب تبقى مميزة وبتحب تبقى الواحد جياتها في حياتها بابها ايوه اقهدي البدن ينام العقل ياش انا قلت كده بتقول كلام صح قد انتي مصرية هدرتك تقدر تدوس على الاكاونت بتاعي كلام صحيح كلام رائع فيه ناس واضح انها متعرفنيش اهلا يا هيام اوكي الناس اللي متعرفنيش بدل ما تجهد نفسك وتكتب تقدر تدوس على الصورة وتخش الحساب بتاعي هتلاقيني عاملة فيديوهات شوف انا بصور فين في ساحل العيك وعموما علشان الناس اللي ما تعرفنيش انا اسمي ابي لندن وكر عبير بنت اسكندرية عايشة في لندن 40 سنة ام اللي رجالة انجليزة تولدوه في انجلترا انا برد على متابعة من متابعاتي الجميلات اللي بعتتلي على الانستجرام بعتتلي ايميل وكتبت فيه حكاياتها ومن الواضح ان هي نسيت تكتب عمرها لكن انا بستنتج من الكلام اللي تبعتلي ان هي من العشرينات او صبية زي ما بيقولون عندكم هي young girl بالنسبالي الحب بتاع البنات الصغيرة احيانا لو ما عندهاش ام تنصحها او ما عندهاش اخت تفاتفض لها ممكن تلقى لأي حد بعيد علشان تبقى متطمنة ان هي حكايتها مش هتطلع لحد انا عموما عمري ما بقول اسماء الناس اللي بتبعتلي اي شيء وما بحلش مشاكل الناس لكن اللي لفت نظري ان هي قالت حاجة مهمة وخلتني اضطر ان انا اقول لها رأيي هي قالت ان مامتها بتحباني جتن وتوفت وكانت باستمرار مامتها بتتفرج علي وبتجبر البنوتة انها تشوفني لما مامتها اتوفت حست انها عايزة تتكلم مع حد زي مامتها انا ما اعرفها الشخصية هي مجرد بنوتة لمتابعة من متابعاتي كان من وجبي ان انا احاول ان انا ارد عليها بايميل زي ما هي عملت لكن انا ضد ان انا ابعث ايميلات او اي خاص لايحد الف شكر للدعم الجميل الناس اللي بتحس فعلا بابي ومرسي خالص الفاتون الف شكر الاشتراك عندي بسيط جدا وفي نفس الوقت بيخليك ان انت تعمل تفعيل الاجراز علشان لو في اي شغل انا بعمله من مطبخي تكون متواجد معي انت تجي لك اشار الحياة بتاعة البنات الصغيرة احيانا بتحس يا حرام ان هي بتتخبط يعني التخبط بتاحها بيخليها زي اللي عايز تاخد خطوة القدام انت ترجع خطوة الورا خايفة مش خوف يعني رعب لا خايفة يعني يعني عندها حذر يعني هي حذرة اوكي وفي نفس الوقت مش عايزة تغلط وجايز تكون بتحبه وفي الغالب في الغالب هو اثر عليها لانه هي حياتها فاضية عارفين يا بنات انه الواحد لما بتكون حياته فاضية بيكون فريسة سهلة عارفين لما بتكون البنوتة حياتها فاضية بتكون فريسة سهلة؟ طيب يعني ايه هي ابي فريسة سهلة من فضلك كبسي انا مش شايفة ولا قلب ولا واحد يتيم ولا واحد من التابوت التكبيس بتاعكو فين؟ انا مش شايفة اي قلوب لا خضرة ولا حمرة اقد ادرب الشاشة علم انا خير وفي واحد شير عبيد طلعه الف شكر اه قلب على وشي علم انا خيره اي حتى يا قلب يا ناس الف شكر لك دوسي تكبيس انا يهمني التكبيس عشان انا 29 الف بس دلوقتي ولسه مدخدش في باقي الكلام مرسي يا حبيب تاع الاشتراك الناس الجميلة اللي ما تقدرش تشترك بالفلوس دوسي بلاش على الشاشة خباتي على الشاشة هيطلع قدامي قلب احمر على الشاشة ده اللي انا بحس فيه انه في تكبيس وزيادة في الرقم منوار بيك يا حبيب تانكيو وقت الفراغ بتاع اي بانوتة هو اللي بيخليها تحب قوي عند تسيح على روحنيتها خالص يعني الواحدة اللي ما بيكون عندها وقت فراغ على فكرة شعري انا ما سبقتوش بقى كتير جدا جدا وغمق من كتر ما انا بعمل عليه مسكاتي الحاجات اللي انا عملها معاكم الشهر اللي فات لسه بستعملها اه نخرج من لون الشعر نرجع للموضوع اللي بتكلم فيه مرسي حبيبتي هيطاف سوكي اه الانسان اللي بيكون فاضي عنده وقت كتير فاضي بيكون فريسة سهلة اولا اي حد بيخش حياته على راسي تحياتك اي حد بيخش حياته بيتوغل لانه فيه مساحة من الفراغ الانسان اللي عنده فراغ كبير بيكون فريسة سهلة هم ممكن يعتبروها حساسية زيادة عن لزوم حب زيادة عن لزوم عطاء قوي هيمنة حاجات جميلة قوي كده لها مسميات حلوة بس الواقع بيقول لو الانسان مشغول ما بيكونش عنده وقت فراغ كبير فبالتالي ما بيتعرضش للحاجات دي بسرعة مثلا انت بتدرسي انت بتدرسي مثلا في الجامعة او في معهد او بتدرسي تمريد او بتذكري حاجة معينة او اي معهد علشان ما نبقاش بنحدد خلاص لو انت خلقتي بعد الدراسة ساعتين تقدري تنتجي فيهم انتاج لنفسك لشخصك لذاتك يعني نقول ونرجع لورا ومثل حي من حياتي شخصية جزء نونو ابي لندن ووكر لما كانت بنوطة صغيرة في تالتة سنوي يا طرى كانت بتعمل ايه؟ كانت بتحط معاها في شانتتها يونيفورم ايوه اميس ابيض مخسول ومكوي ومتطبق وسكرت جوب كحلي اخلص المدرسة اخد المواصلات واروح اشتغل تلات ساعات بعد المدرسة واقلع هدوم المدرسة والبس الونيفورم واقف في الشغل علشان اعمل حاجة اسمها تريني تريني تدريب بمرتب رمزي اخلص اركب مواصلات اروح البيت اخد شاور اخسل يونيفورم الشغل ونشره ينشف واخد أكلي ووجبتي اللي أمي بتكون شايلهالي على جنب وأطلع كتبي وابتدي أذاكر وأنام وأصحى أكرر انت هحب فيش وقت انت حد هيحاولي يشغلني ايه في الاوتوبيس نو مفيش وقت انت اللي تقدري تملي فراغك وكنت بشوف بنات زميلي بيخلصوا المدرسة وفي منهم ناس كانت غاوية انها تروح تشتغل في كوافير ثلاث ساعات بعد المدرسة يا أبي ايه كل واحدة فينا بتعمل الشيء اللي هي حاسة انها ممكن تقدر تنجح فيه الشيء اللي هي انت ممكن تكوني بتعرفي تعملي سويت حلاوة فتلة حواجب سشوار شعر مكوة كنا كلنا بنخلص المدرسة وبنشتغل ما بنروحش بيوتنا ما كانش عندنا وقت الترفيه فان انت تروحي بيتك بعد المدرسة عندك وقت فراغ كبير فبتقعي في حب واثنين وثلاثة كتير المقصود من الحكاية انك تشغلين وقتك الفراغ بتاعك بشيء انت بتحبي املي حياتك بشيء انت بتحبي ادي لروحانياتك ساعتين او ثلاثة علشان يكون عندك مستقبل الحياة مش تعليم مدارس بس الحياة خارب تعليم المدارس والجامعات مدرسة الوحدة ياس ياس بابي ياس الدنيا اللي انت بتخرجي بالتدريج لها بتعلمك بردو كمان بالتدريج حاجات عمرك ما هتتعلميها لا في جامعة ولا مدرسة ولا من واحدة صاحباتك لا هي مثل علبة حياتك داخل العلبة على راسة حياتك حبيبتي شكرا على القلب البرتواني الجميل اللي فوق العلبة دي هي حياتك حطاتي في العلبة دي دراسة ياس حطاتي كمان معاها ايه؟ خبرة حطتين خبرة جوه العلبة الخبرة دي هي بتيجي منين؟ من الاحتكاك في الحياة العملية من زميل في شغلك من زميلة في شغلك اللي ممكن تروحيه بس ثلاث ساعات في اليوم لا يا عبي ده انا خلص ببقى خلصانة يعني احنا مكناش زيك؟ الفرق بيننا وبينكم ان احنا عندنا طموح ان احنا نحقق ذاتنا بنفسنا بدون مساعدة حد لينا انما انتم دايما محتاجين الشماعة اللي تتسندون عليها امك الله يرحمها اتوفت رسالتك اللي جاية ان انت تبتدي تقولي انا مكاني هيبقى فين؟ يا طارة هاشتغل في ايه؟ يا طارة هاختار اني كارير؟ ولا هسيب روحانياتي كده اللي حاسب الريح ما يود الريح؟ لا هتبتدي ان انت تاخدي خطواتك بحذر هتشوفي انت بتحبين ايه؟ علشان تبتدي تملي وقت فراغك بيه؟ شوفي ايه الشيء اللي انت بتوجيديه؟ اللي ممكن تطلعي فيه حاجة وتحسي انه انا موجودة اندماجك في الحياة العملية هيخليكي انسانة نطجة داخلين وخارجيا هيخليكي صاحبة قرار هيخليكي مش محتاجة الانسان يسندك خالص اصلا اجتهاد الذاتي بتاعك انت هو اللي بيحدد مستقبلك مش الزغلول يعلول اللي انت بتقعي في غرامه وانت صغيرة ولما بيسيبك بتنتهي الحياة لا يا امي لا راح واحد بييجي اتنين مش نهاية العالم شاب بيجيه ما قدرنيش ابكي عليه ملعون ابوه على امه انت اللي جابوه ما ابكيش على انسان بعني فضل حياه تانية غير حياتي فضل انه هو يروح حتة تانية غير الحتة اللي انا فيها تتقهرين ليه توجعين قلبك ليه تهملين روحانياتك ليه قومي قومي خدي شاور غيري هدومك مش طيقة لا حطيقي لانك لازم تكوني اقوى لان امك الله يرحمها كانت عايزاكي اقوى كانت بتوريكي احيانا حاجات مكنتيش واخد بالك منها دلوقتي تقدري تحكمي انت حرة محدش هيعمل عليكي كونترول انت حرة تقدري تختاري طريقك بحريتك ما تخليش حد يجبرك على شيء انت مش عايزة تعمليه وما تختاريش الطريق السهل لان نهايته اسودة منيلا بستين نيلا مش معنى ان مفيش عليكي رقيب معناها انك تختارين الطريق السهل هيومن بين بن قدمين بنحس بالحب وبنحب وبنتحب بس راح الحب نقع عند نموت ولا نقوم اوي بعضياتنا بالصح هو مش كلام سهل هو كلام من الواقع ليه ناس كتيرة جدا مقتنعين بشخصية ابي لندن ووكر انا مش بحب اشكر فروحة انو هم بيشوفون انو ممكن ابي لندن وكر دي اتزلحقت عند واقعت عند قامت عند الزلحقت تاني عند عيت عند راحت الدنيا كلها من تحت رجليه عند قامت طب هوا هي ابي دي بتقوم واي ليه ليه عشان راجل عشان زغلل ليه عشان ابي جواها تحدي ذاتي داخلي مبني على شيء اسمه يا انا موجودة يا مش موجودة انا موجودة اكتهد اثبت وجودي عشان تبشو الرب تخرج عند كل واحد يمشي معاك شوية هاتي بوسها يا بت هاتي حتها يا بت عند باي باي واخودي تامنه ومع الحرام لما الحرام بيدخل بياخد معاه الحلال عند يمشي المال الحرام السهل السريع بصرعة البر اللي ممكن يخليك تسكني في كومباونت وتجيب يا عربية ويبقى ممكن كمان عندك حساب في البنك وما تخلي فيش عشان تفضلي تعملي اكتر وحبك للمال واللبس والمظاهر هينسيكي ذاتك هينسيكي الحياة اللي المفروض تعيشيها صح مهما تحاولي تنظفي من المال ده هيفضل مال بيرتي مش نجيف نهايتك ممكن تكون في العربية نفسها لانها من مال حرام انت فقرية لا انا مش فقرية انا عندي انا عندي حاجة جواي بتقولي انه ربنا دايما بيبارك في القرش الحلال بيزوده من غير ما احس بيفتح لي ابواب في حتة من غير ما اعرف ولا اخطط له لان هو يرى يسمع هل كلمتي ربنا قبل ما تكلمي ابي؟ هل اشتكيتي لربك قبل ما تكلمي عبد من عباده؟ هل تصالحتي مع روحانياتك ونفسك؟ وقمتي كده صليتي رقعتين لله وحاولتي ان انت تتجردي من كل شيء وتقابليك ده هو لمدة خمس مرات في اليوم؟ تقربي منه هيسمعك اشتكيله وانت رقع على الارض اشتكيله احمدي ربنا على ان امك لما ماتت سبتلك سقف نضيف طهر وبدوس عليها ما توسخيهوش عشان عايزة تبقي حاجة لان اقتلعتي نزلتي هتفضلي ولا حاجة لو وسختيه ولا يمكن ابدا اقتنع بوحدة بتحاول تلبس زي مزيعة ولا زي ممثلة وتوصل لشيء اقسم بربي ما شفت حد وصل لأي شيء كل اللي بيحاولوا يقلدون الناس دهيا ما بيوصلوش لأي شيء حتى لو كنت هتبقي ممثلة هتمر وحتخش في حتة كتير جدا هتحس انك عايزة ترجعي لانك هتتخدي في دايرة من هنا لهنا لهنا عشان توصلي ولازم تراضي ده وتراضي ده مجال تاني خالص مجال مش بتاعك يا بنتي يمكن اكون حد عليك في الكلام بس انا بكلمك من قلبي انا مش قربتك ولا بني وبينك صلة الدم بس رعيت ضميري قبل ما اطلع اتكلم اللبس مش كل حاجة اللبس والمظاهر مش كل حاجة وانتهاء قصة حب عبيطة مش نهاية العالم انا بتهيق لي لو انا شفت عشان خطر البن ادن ده ده لا يمكن يعجبني دلوقتي ابدا لانه في فرق بين سن الندوق وبين سن المراقة اشتركوا في القناة